أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ ضربتين أخرين في اليمن وتدمير صاروخين مضضين للسفن أطلقتهما قوات الحوثي وكان مواجهين نحو البحر الأحمر وتعد الضربتان الأمريكيتان هما الأحدث ضد قوات الحوثي بسبب استهدافهما لحركة الشحن في البحر الأحمر بحسب تصريحات المسؤولين الأمريكيين ذكرت صحيفة فينانشل تايمز نقلا عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن الولايات المتحدة طلبت من الصين حث تهران على كبح جمح قوات الحوثي وإيقاف هجماتهم على السفن التجارية في البحر الأحمر وأضافت صحيفة فينانشل تايمز أن واشنطن لم تطلق أي مؤشر يذكر على المساعدة من بكين وذكرت الصحيفة أيضا أن الولايات المتحدة أثارت الأمر مرارا مع كبار المسؤولين الصينيين خلال الأشهر الثلاثة الماضية أعلنت وكالة الأنباء الكويتي الرسمية أن أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الصباح أصدر أمرا بتعيين رئيس الوزراء الشيخ محمد صباح السالم نائبا للأمير خلال فترة غيابه عن البلاد وذكرت الوكالة أن المادة الثانية من الأمر الأميري تنص على أن يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي للعهد وأعلنت الكويت تشكيل حكومتها الجديدة برئاسة الشيخ محمد صباح السالم الصباح في 17 من يناير وهي أول حكومة تتشكل في عهد الأمير الجديد الذي تقلد الحكم الشهر الماضي ولم يعين حتى الآن وليا للعهد تبدل جيش الصومالي العناصر الإرهابية خسائر فادحة أثناء محاولتها شن هجوم على مدينة عاد بمحافظة مدغ وسط البلاد وأوضح مسؤولون بالجيش الصومالي أن الجيش نجح في التصدي للهجوم وفي تجبيد الميليشيات خسائر فادحة في الأرواح وبإفشال المخطط الإرهابية فاز رئيس السابق دونالد ترومب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نيوهامشير أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة نيكي هايلي من ناحية أخرى قاطع محتجون مؤيدون للفلسطينيين مرارا خطابا انتخابيا لرئيس جو بايدن الساعي للفوز بولاية ثانية خطوة إضافية حققها الرئيس السابق دونالد ترامب في مسيرته لانتزاع بطاقة الترشيح الحزبية للانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر المقبل هذه الخطوة الجديدة أحرزها ترامب عبر هزيمة منافسته الوحيدة في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري حيث فاز في ولاية نيوهامشير أمام السفيرة السابقة في الأمم المتحدة يأتي هذا الفوز الثاني لترامب من أجل تمثيل حزبه في الانتخابات الرئاسية 2024 بعد فوزه بالانتخابات التمهيدية في ولاية آيوه الأسبوع الماضي من جانبها أقرت منافسته بهزيمتها أمام ترامب لكنها أكدت مضيها في السباق حتى النهاية في المقابل اعتبر الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الديمقراطية والحريات الفردية في الولايات المتحدة على المحك بعد فوز سلفه ترامب في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بولاية نيوهامشير وبعيدا عن منافسه الجمهوري يواجه بايدن طريقا انتخابيا ملبدا بالغيوم على خلفية اتهامات شعبية بالجملة حول دعمه للعدوان على غزة فخلال خطاب ألقاه في تجمع الانتخابي في منسس بولاية فيرجينيا قرب واشنطن اضطر بايدن للتوقف مرارا عن الكلام بعدما قاطعته هتافات تدعو لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وهذه ليست المرة الأولى التي يساءل فيها بايدن علانية بشأن موقفه من الهجمات الإسرائيلية المستعرة منذ ثلاثة أشهر ولصف على قطاع غزة ولم يحدث من قبل أن قاطع أحد خطاباته بهذه الوتيرة مما يشير إلى تراجع شعبيته بشكل كبير أعلن المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقنة السويس أن المواني التابعة للهيئة شهدت نشاطا لافتا خلال عام 2023 من خلال استقبال 3414 تسفين متنوعة بإجمالية حمولة بلغ نحو 78 مليون طن واستقبلت مواني العريش وشرق وغرب بورسعيد بالمنطقة الشمالية والمطل على البحر المتوسط ما وصل إجماليه إلى 2973 سفينة بطاقة بلغت 51 و1 من 10 مليون طن طاقة محققة واستقبلت كل من مواني السخنة والإدبية والطور بالمنطقة الجنوبية على البحر الأحمر ألفا وسبع عشرة سفينة بإجمالية حمولة وصلت إلى 26.9 مليون طن خلال العام